وتصرفات وعدوات ونظرة سلبية إلى الآخر في النهاية المحصلة تكون تقديم صورة عن المسلمين كأمة ممزقة لا عزة لها ولا كرامة ومتخلفة لا تعترف بالعلم ولا تستخدم أدواته مما يشوه دين الله ويزري بمكانته في النفوس فهل الإسلام ودين الله كذلك؟ الرؤية وسيلة وليست غاية نبدأ من الحديث الأساس الذي يعتمد لاستخدام الرؤية كوسيلة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة في عدة شعبان ثلاثين يوما وورد أيضا بصيغة أخرى صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فقدروا له بداية لا بد من تحديد المقصود بالرؤية لأن البعض أعطاها معنى أكثر مما تحتمل كلمة رؤية ونقلها من الرؤية البصرية العادية إلى الرؤية العقلية ووسع من معناها حتى يحتمل أنه لا يعتمد فقط على العين وإنما ممكن أطور يعني من مجرد البصر لكن حقيقة الحديث جاء في ضرف وفي السياق وفي وقت يقصد به يقصد بالرؤية هي الرؤية البصرية وكانت هذه الوسيلة المتاحة والميسرة لمعرفة بداية الشهر ما كان في وسيلة ثانية أخرى متاحة ونحن نعرف أن الدين دين يسر فكان لابد من الأمر بالشيء اليسير واللي يحل المشكلة عليهم ينتظرون رؤية الهلال فإذا رأوا الهلال خلاص دخل الشهر بس ممكن يكون هناك في سحب وغيوم وأغبرة وإلى آخره تمنع الرؤية فوضع حل آخر أكبر العدة فالرؤية المقصودة في الحديث هي الرؤية البصرية فعلا السؤال الآخر هل الرؤية مطلوبة لذاتها أم أنها وسيلة لمعرفة بداية الشهر يعني الرؤية كانت مطلوبة كشي تعبدي لاود من إحرازه وإذا الإنسان ما أحرزه معناته أخل وقصر في الواجب ولا كانت وسيلة فقط البعض يرى بأنها تعبدية وطبعا لما يقول تعبدية الموضوع بالنسبة ليه منتهي ما يمكن تناقشه باعتبارها هذا جزء من الواجب لا بد أن يظهر ويبحث عن الهلال بعينه أحيان طور هذه الرؤية إلى استخدام تليسكوب أو نظارات أو ميكروسكوبات أو إلى آخره بس لا بد أن يراه بعينه فهل هي مطلوبة لذاتها؟ هو يراها هذا السكن مطلوبة تعبدياً يعني يعتبرها كأنما جزء من الصيام الصيام شايف مقدمة الواجب واجب نفس مقدمة الصلاة الوضوء مثلاً الوضوء واجب يقول لك مقدمة للصلاة لا بد أن تتوضى لكن هي ليست كذلك هي توصلية الغرض منها معرفة بداية الشهر يعني هو بالضبط هناك فيه واجب تعبدي وواجب توصلي الواجب التعبدي هذا واجب عيني كل فرد لازم يسوي الصلاة واجب تعبدي أنت ممكن تخلي غيرك تصلي عنك أنت لازم تصلي بالمقدار اللي تقدر تصلي بالكيفية اللي تقدر تصلي فيها لكن طهارة الثياب مثلاً طهارة الثياب واجب قبل الصلاة هل أنا لازم أغسل ثيابي بنفسي وأنول قربة لله وألبس هذه الثياب وأروح أصلي عشان تقبل صلاتي الله لو الشغالة غسلت الثياب وطهرتهم أو المغسل غسلت الثياب وطهرتهم تحقق الشي تم التوصل إلى ما هو مطلوب وهو طهارة الثياب إذن انتهى المطلوب الرؤية هي كذلك المطلوب منها معرفة بداية الشهر إذا عندنا وسيلة أخرى تضمن إلينا معرفة هذه البداية هل يمكن أن ننتقل لها ولا لا لا ودو أن نجمد على هذه الوسيلة وما ننتقل عنها يعني الجمود على هذه المسألة شيء غريب برغم أننا في كثير من الأمور في حياتنا العملية العلم طور أشياء وانتقن من الأشياء القديمة إلى الأشياء الحديثة بشكل طبيعي وبشكل عفوي وبحكم الواقع يعني الآن لمعرفة نسب الطفل سابقاً أو الولد كان سابقاً يلجأ إلى طريقة القيافة لتحديد هذا إنسب إلى هذا الرجل أو إلى ذاك الرجل هذه طريقة كانت قديمة الآن العلم توصل إلى الحامض النووي ويمكن أن يعطيك نتيجة دقيقة مئة في المئة تعرف هذا الطفل منسوب إلى من هل معقول ألغي هذه الوسيلة وأستخدم الوسيلة القديمة طبعاً لا يمكن وعليه لكل زمان أدواته والتشريع ينبغي أن يواكب هذه الأدوات لأن صفته التيسير ونفع الحرج هذا على مستوى الحديث على مستوى القرآن اللاحظة القرآن لا يتكلم عن رؤية الهلال أو القمر حينما يتكلم عن القمر يتكلم عن الحساب فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم والشمس والقمر بحسبان هو الذي جعل الشمس ضياءه والقمر نوراً وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب إلى آخر الآيات ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً البعض يستشهد بهذه الآية ليقول بأن القرآن فيه إشارة إلى الرؤية فمن شهد منكم الشهر فليصمه فكأنه يدعم الرواية أو الحديث بالآية أو الآية بالرواية فهل حقيقة شهد بمعنى رأاه؟ يعني لو رجعنا إلى مجاميع اللغة نشوف أن الشين والها والدال كما يقول بن فارس في مقاييس اللغة أصل يدل على حضور وعلم وإعلام ومن ذلك الشهادة شهد بمعنى حضر حادثة واقعة وعلم بها وبعدين وصلها قالها فهي حضور وعلم وإعلام أو يعني تصرف على ضوءها فهذا شاهد فإذا الشهادة شهد الشهر شهادة الشهر تعني الوعي بأن الشهر شهر الصوم قد حضر والشهادة هذه حضور الأمر بوعي وطبعا هذه تتطور على حسب تطور وعي الإنسان وأدواته الرؤية هي وسيلة للعلم وبالتالي شهود الشهر وحضور الشهر ومعرفة أنه بدأ وبناء عليه الصيام بعدين الهلال كحقيقة خارجية ظاهرة فلكية موجودة قبل وجود الإنسان أصلا على الكرة الأرضية وما لا علاقة برؤية الإنسان شافة ولا ما شافة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فهذه الظاهرة موجودة منذ بداية خلق الإنسان وتتكرر بشكل دقيق منذ ذلك الزمان إلى اليوم وإلى الغد الإنسان شافة الهلال ولا ما شافه ما تتأثر بهذه هذا صورة لحركة القمر ومنازل وأطوار إذا أردنا أن نبدأ من البداية صفر محاق هذه البداية يتحول إلى هلال ثم إلى التربيع الأول ثم إلى أحدب متزايد ثم إلى بدر كامل بعدين أحدب متناقص ثم يرجع إلى تربيع ثاني ثم هلال آخر الشهر ثم يرجع إلى حالته اللي يبتدأ بها وهي المحاق خروج من المحاق هذه البداية الشهر ويكمل هذه الدورة يعني القمر لكي يدور حول الأرض يحتاج إلى 27 يوم وجزء من اليوم 0.3 يعني 27.3 من اليوم ولكن لكي يصل إلى نفس المكان اللي كان فيه أول ما انطلق باعتبار أن الكرة الأرضية خلال السبعة وعشرين يوم ميواكفة في مكانها هي قاعدة تتحرك هي قاعدة تتحرك ضمن مسارها حول الشمس فهي تحركت بمقدارة 27 يوم فالقمر يحتاج إلى يومين وشوي 2.2 تقريبا على أساس يصير في نفس المكان فمجموع الأيام اللي يحتاج